اشتركوا في القناة أهلا بكم إلى غرفة الأخبار ونتابع فيها الطائرة المصرية إدارة أزمة وأزمة إدارة سوريا داعش في دائرة الهدف السيناريو والسبب أمهات باحثات عن وطن لأبنائهن ساعات عدة كانت طويلة بالنسبة للمسافرين الذين عايشوا وقتا عصيبا عندما اكتشفوا أن طائرتهم المصرية التي أقلعت من الإسكندرية تعرضت للاختطاف وكذا كان الحال بالنسبة لمتابعي العملية لحظة بلحظة في البداية كانت الخشية أن تكون الدوافع إرهابية ثم تنفس البعض السعداء مع تطور الأحداث التي انتهت بتسليم الخاطف الوحيد نفسه للسلطات تفصيلات كثيرة كانت تصب في مجرى أحداث العملية بدءا من كون الخاطف أسدا جامعيا ثم الكلام عن اضطرابه نفسيا إلى مطالبته بإطلاق سراح سجناء ومن كونه مسلحا بمسدس إلى تمنطقه حزاما ناسفا تبين أنه مزيف تفاصيل أظهرت أيضا مدى التناقض في السرد بين الروايتين القبرصية والمصرية للأحداث والخلفيات وحتى في الرواية المصرية نفسها كان خوفا أكبر من كونه ضررا سيف الدين مصطفى مصري من دون ماضي مثير يتحول لساعات لأخطر شخص في العالم قبل أن تتضح الصورة وصل مصطفى مطار برج العرب ومر عبر الإجراءات الاعتيادية بما في ذلك التفتيش وعبر جهاز الكشف دون مشاكل استقل رحلة شركة مصر للطيران المتجهة إلى القاهرة رحلة لا تستغرق أكثر من 45 دقيقة في الظروف الطبيعية إلا أن سيف الدين مصطفى حول وجهة الرحلة إلى مطار لارنكا القبرصي لتنطلق ساعات من كتم الأنفاس الحادث وقد جاء في سياق يواجه فيه لعالم تهديدات أمنية واسعة غذ سريعا مخاوف من عمل إرهابي الساعات الأولى غابت خلالها المعلومة الدقيقة عدا أن هناك طائرة مصرية اختتفت وحطت بمطار لارنكا مع انتشار قوات أمنية على مقربة منها لكن سرعان ما بدأت تتكشف الحقيقة بدأ مصطفى بالسماح للركاب بمغادرة الطائرة مع الإبقاء على تقمها وثلاثة مسافرين وسط مؤشرات ترجح أن المشهد ليس بالخطير انتهى المشهد باستسلام سيف الدين مصطفى اتضح لاحق أن الخاطف لم يكن يحمل أسلحة أو حزاما ناسفا حقيقيا انتهى المشهد دون وضوح الصورة فدوافع مصطفى لا تزال غامضة غموض مصير أمن الطيران المدني في العالم معنا من القاهرة مرسل سكاينيوز عربية سمير عمر والجديد في المشهد المصري سمير فضيلة نحن الآن في مطار القاهرة حيث من المتوقع أن يبدأ الفصل الأخير في هذه الرواية التي بدأت في صباح هذا اليوم وبالتحديد في السادسة ونصف تقريبا بتوقيت القاهرة نحن الآن في مطار القاهرة انتظارا لعودة الطائرة التي تقل المصريين الذين تم خدوم الاخطاف في الطائرة طائرة مصر الطيارة على يد الذي سلم نفسه نعم سمير نعم فضيلة تسمعيني نعم نعم الآن أسمعك بشكل جيد نعم نحن الآن هنا عدد من ذوي الطاقم الطائرة والدة المضيفة التي كانت تقوم بإجلاء الركاب وتعود مرة أخرى إلى الطائرة لتكمل عملها أنت الآن في انتظار قدوم ابنتك التي كانت مختطفة يعني لا أريد أن أسألك عن شعورك ولكن على الأقل كان هناك إشادة بأداء طاقم الطائرة جميعا حقيقة حقيقة ربنا يديهم الصحة جميعا ويعني تصرفوا بهدوء وكلهم الحقيقة ربنا يديهم الصحة بس حضرتك هو شوك جامد قوي علي عشان أنا صحيت من النوم فتحت تي في أول حاجة على طول لقيت مصر طائرة عن الطائرة فطبعا مصر طائرة تخصني قبل ما أعرف أني بنت معهم فاهم حضرتك فبسيط لقيت أن بينزلوا الركاب بعض الركاب بينزلوا من الطائرة بعديها بشوية وحضرتك لقيت اللي بتنزلهم من الطائرة ببص كده أنا طبعا بنتي بسفر كتير جدا فمش ممكن كل مرة حتقولي أنا مسفرة فاهم حضرتك فهم عندهم بيز في اسكندرية بيتلعوا من برج العرب على بره منه فأنا دي لفتت نظري شوية وبعدين ببص كده على الصورة سرخت بقى قلتني هل أعرف يعني كانت مفاجأة طلبتها مغلق تليفون مغلق لبندة نص ساعة وأنا في الميسجر وكله طبعا بحاوله تصلت بيها تطمنت عليها بعد أن تم اجلال الروحية بعد ساعة لربع أو ساعة لما ردت علي ساعة تقريبا ردت علي وكتوقف حتى جايبينها صورة وقفة لوحدها وعملة كده بتتكلم طلعت برة كانت بتنزل حد حد نازل فردت عليها ساعة أنا بقى كنت عياطة بقت هي اللي تصبرني أرجوك يا أمي ما تعيطيش يعني أنا كويسة إحنا متماسكين وربنا معانا طبعا كلام ده كله أنا ما قدرش أنت الآن مطمئنة وفخورة على أقل بأدائها طبعا الحمد لله يعني حضرتك هي شخصية حلوة عقلة بتتصرف كده الله يخليك الله يخليك شكرا جزيلا إذا كانت هذه وردة المضيفة التي كانت على الطائرة المخطوفة الآن نحن في انتظار وصول الطائرة رئيس الوزراء المصري شريف اسمعيل سيكون في انتظارها في انتظارها ليلتقي الركاب ويحييهم ثم يقول كلمة للصحفيين قبل أن يهني ذوي أهالي الطائرة المختطفة وأيضا طاقمها نعم سمير عمر ننتقل من عندك ومن مطار القاهرة الدولي إلى طبعا مراسلنا أيضا في الاسكندرية محمد الزهار محمد إذن شعور بالارتياح على الأقل لدى ذوي يعني من كانوا في الطائرة إن كان الطاقم أو من الركاب ماذا عن الأجواء في الاسكندرية التي انطلقت منها الطائرة اليوم نعم فضيلة نحن الآن أمام بوابات الخروج والدخول الخاصة بمطار برج العرب الدولي حيث أقلعت الطائرة التي اختطفت فيما بعد إقلعها بعدة دقائق حقيقة ما أشار عليه سمير مع ضيفته ربما لمسنا هنا من المسافرين القادمين من الخارج الآن الآن نلاحظ أن الرحلات القادمة أكثر بشكل كبير من الرحلات المغادرة أنباء الإطلاق صراح كافة أفراد الطائرة أو كافة الذين كانوا على متن الطائرة سواء كانوا من الركاب أو من الطاقم انعكست على الركاب الذين التقيناهم هنا عند وصولهم خلال الساعة الماضية إلى القاهرة ربما نريد أن نشير أيضا إلى أن محيط منطقة أو مطار برج العرب محاط حقيقة بإجراءات أمنية تكاد تكون مشددة ربما تكون هذه الإجراءات هي التي متبعة منذ فترات طويلة ولكن بالنسبة لنا بحكم أننا نأتي هنا للمرة الأولى كان لفتن التجديد الكبير على كافة نطاق هذه المنطقة المتسعة إلى حد كبير على أي الأحوال حركة السفر والوصول هنا في مطار برج العرب تسير بشكل طبيعي جدا حقيقة أيضا أن تأثيرات الحادث الذي حدث صباحا اليوم لم تترك سواء أثار طيبة بعدما تواترت الأنباء عن إخلاء أو إطلاق صراح كافة الركاب والطاقم ونلاحظ أن الجميع هنا لديه شعور بالارتياح نتيجة هذا التعامل أو التعامل مع الحادث بهذه الطريقة إليك فضيلة نعم محمد الزهار مراسل سكاينوس عربية من الإسكندرية ننتقل طبعا إلى أيضا شيرين يونس وهي طبعا في مطار لارنكا إذن كيف سارت ربما أوضاع تحضير هذه الطائرة التي انطلقت من لارنكا وطبعا ستصل وهم في انتظارها في القاهرة نعم فضيلة ما نعلمه طبعا نحن نقف على مشارف الجزء القديم من مطار لارنكا حيث الطائرة التابعة للخطوط الجوية المصرية يمكنكم مشاهدتها في خلفية الصورة وتحيط بها عدد من سيارات الشرطة القبرصية على ما يبدو يحاولون تصليح عطل فني تسبب به قفز أحد أفراد طاقم الطائرة من إحدى النوافذ لكن بكل الأحوال قبل ساعة ونصف من الآن أيضا حطت طائرة أخرى للرحلات الجوية المصرية وعلى متنها كان وزير الطيران المصري شريف عمليا كان جاء لاستقبال أو لنقل السياح المصريين أو المسافرين المصريين الذين كانوا على متن هذه الطائرة المختطفة نحن لا نعلم عمليا من الجهات القبرصية حتى الآن لم تعلن رسميا عن مغادرة الطائرة المصرية التي تقل المسافرين المصريين عودة بهم إلى القاهرة لكن يبدو أن ذلك سيكون في الساعة القريبة أو في الساعات القريبة بعد طبعا يوم غد سيمثل سيف الدين مصطفى مختطف هذه الطائرة أمام إحدى المحاكم القبرصية في لارنكا طبعا وذلك لنظر في إجراءات تمديد اعتقاله التي تطالب بها الشرطة القبرصية هذا سيكون في التاسعة صباحا مع التبكير بأن هناك اتفاق قانوني قضاء بين قبرص ومصر ولكن غير مفاعل في مسألة تسليم الجنائيين أو المتهمين الجنائيين بين البلدين شيرين يونس مرسلة سكاي نيوز من لارنكا وكان معنا أيضا أولا من القاهرة سمير عمر طبعا في انتظار هذه الطائرة التي لم تنطلق بعد سمير من مطار لارنكا وأيضا محمد الزهار من مطار الإسكندرية تناقضات كثيرة يعني شهدناها اليوم في الروايتين المصرية والقبرصية بشأن طبعا حدث اختطاف هذه الطائرة تفاصيل أكثر طبعا مع سامي قاسمي حدث خطف الطائرة يعني أحدث بلبلة خصوصا في الساعات الأولى ما الذي جمعته لنا من معلومات خصوصا بشأن هذا التباين في الروايات فظيلة كان هناك إرباك كان هذا واضح للعيان إدارة أزمة الطائرة المصرية المخطوفة شابه الكثير من تضارب المعلومات بين الرواية المصرية والقبرصية وهو ما فتح الكثير من الجدل وتغذية التكهنات في البداية نشرت وسائل إعلام مصرية صورة للمختطف وقالت إنه مواطن مصري يدعى إبراهيم سماحة وهو أستاذ في كلية الطب البيطري بجامعة الإسكندرية ويحمل الإنجنسية الأمريكية خبر كذبته وزارة الخارجية القبرصية وقالت إن الخاطف اسمه سيف الدين مصطفى تكذيب قبرص تزامن مع نفي حكومي مصري بأن يكون خاطف الطائرة هو إبراهيم سماحة الأستاذ في كلية الطب البيطري بجامعة الإسكندرية واعتذرت الحكومة المصرية عن ورود اسمه خطأا في وسائل الإعلام فيما يخص شبهة الإرهاب كان هناك أيضا جدل أيضا طبعا وزير الطيران المدني المصري شريف فتحي قال إنهم يتعاملون بجدية على ما تردد عن وجود حزام ناسف لدى المختطف وقال إنهم يأخذون هذا الأمر على كونه تهديدا حقيقيا لكن التلفزيون القبرصي في المقابل نفى هذه الرواية وقال إن الخاطف لم يكن معه حزاما ناسفا كما نفى الرئيس القبرصي أن تكون دوافع اختطاف الطائرة إرهابية الجدل استمر أيضا بخصوص مطالب الخاطف خلال المفاوضات معه الخارجية القبرصية أكدت أن خاطف الطائرة المصرية طالب بإطلاق صراح سجينات في مصر ورجحت أيضا مصادر القبرصية أن تكون الدوافع وراء الاختطاف شخصية بعد أن طلب الخاطف لقاء طليقته القبرصية التي تعيش في لرنكا وتسليمها رسالة بينما قال رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل أن خاطف الطائرة طلب خلال المفاوضات معه في مطار لرنكا القبرصي لقاء مسؤول في الاتحاد الأوروبي والصفر إلى دولة ثالثة حقيقة فضيلة هناك كثير من التساؤلات هل كان يجب أن يكون هناك تنصيق بين السلطات القبرصية والسلطات المصرية أكثر في إعطاء معلومات موحدة أم الذي حدث أمر عادي خصوصا أن الحدث جاء فجائي وكان هناك شح في المعلومات أيضا كما شهدنا في البداية وكما قلت عامل الفجأة ربما كان أساسي في هذه القضية عموما سامي دعنا نتحدث إلى خبير السلامة الجوية بمصر للطيران الكابتن علي شكري يطلعنا أكثر على بعض المعلومات بشأن هذا التناقض في الروايتين القبرصية والمصرية بشأن اختطاف الطائرة هل كان شح المعلومات عامل أساسي أم ترجح اعتبارات أخرى سيد شكري أنا أرى سيدتي أنه ليس هناك أي تناقض في الروايات دعنا نوضح أن هناك إذا إلى جانب الشح في المعلومات هناك تناقض من وسائل الإعلام على لسان مصادر مجهلة نقلا عن الحكومة المصرية لم يزبط بعد أنها أدلت بتصريح مماثلة فهناك مشكلة في الإعلام عموما أن هناك مصادر مجهلة يتم الارتكاز عليها ومن ثم تتناقلها وسائل الإعلام فيما بعد أما بخصوص التواصل بين الجانب المصري والجانب الكبرسي فأنا أرى أنه كان على مستوى عالي من التواصل خاصة أنه وصل إلى مستوى رئاسي بين سيد رئيس الجمهورية مصر العربية وسيد رئيس الكبرسي مباشرة في اتصالات هاتفية تمت فور العلم بوقوع حادثة الاختطاف كذلك عدم وجود قناة اتصال مباشرة بين الخاطف والدولة المصرية ناتج على أنه يتم التناقل بين أفراد الطاقم إلى الجانب الكبرسي الذي بدور يقوم بنقل المعلومات إلى الجانب المصري نعم كابتل علي رغم هذه ربما التضارف الروايات كما أشرت وسائل الإعلام تقول شيء الخارجية الكبرسية السلطات الكبرسية تقول شيء بشكل عام هل تم إدارة الأزمة بشكل صحيح؟ بداية دعنا نقسم الأزمة إلى قسمين القسم الرسمي الذي انتهجته الدولة المصرية والقسم العملياتي الذي انتهجته إدارة مصر الطيران من طاقم الطيران وطاقم الضيافة وإدارة مصر الطيران للخطوط الجوية أنه تم من وجهة نظري كطيار وخبير بالسلامة الجوية بالمناسبة أريد تصحيح التايتل الخاص بي أنا لسته بمصر الطيران بس على دعاية بشؤون السلامة الجوية هو وضح لسيادتكم أن تعامل قدكم الطائرة وضيافة مع الخطف تم وفقا لدليل عمليات شركة مصر الطيران كذلك لتعليمات منظمة الطيران العالمية التي تنص على ضرورة اتباع تعليمات الخطف وعدم تعريض حياة الركاب للخطر كذلك القسم الآخر من إدارة الأزمة الذي دهجته الدولة المصرية كابتن شكري مفهوم ما تقول أنت تنفي بأن كان هناك ربما ذلك التناقض الكبير بين الروايتين لكن هناك من قال بأن الخوف خوف الحكومة المصرية ووزير الطيران من استغلال الموقف من جهات داخلية أو خارجية أو حتى الخوف من المزايدات هو الذي دفع الوزير الطيران شريف فتحي لاتخاذ موقف كهذا يعني الشح في المعلومات كما ذكرت قبل قليل سامي هل هذا كان وراء ما وصف بارتباك الرواية المصرية في البداية سيدتي أنا لا أرى أنه ارتباك بقدر ما أراه أنه وسيلة للتواصل مع العالم لإبلاغ وسائل الأعلام والدول بأن هناك متابعة جيدة للأزمة تحدث كان هناك دائما شكوى من أن الرد الفعل المصري للسلطات الرسمية يأتي متأخرا بعض الوقت لكننا اليوم نرى أن هناك تفاعل جيد مع الأزمة ليس هناك تنقض في الروايات كما وضحت ولكن هناك محاولة لإثبات أن الإجراءات الأمنية المصرية في المطارات وكذلك في شركات الطيران تتم على أعلى مستوى والدليل على ذلك بأن الخاطف لم يستطع أن يمرر ولو حتى شفرت حلاقة أو سكين أو ما بالك بأنه خضع لتفتيش دقيق تم إظهاره في فيديو أو مقطع مصور تم إطلاقه لوسائل الإعلام طيب كابتن علي بالتأكيد الحادث مزعج على المستوى الحكومي والشعبي لكن هل تعاملت الحكومة المصرية في الساعات الأولى بشفافية مع هذه الأزمة؟ أرى أن هناك في أي أزمة تحدث بأي دولة أن الساعات الأولى هناك بعض من الارتباك يتم بشكل طبيعي لأن هناك شحف المعلومات كذلك أن الروايات لم يكن يتم التحقق منها مع الجانب الكبرسي بشكل سريع لأن نيات الخاطف لم تكن من الأساس التوجه إلى كبرس بل أنه كان ينتوي التوجه إلى تركيا ولكن توجهات كائد الطائرة بأن الوقود لا يكفي للذهاب برحلة إلى تركيا مما حول المصار إلى كبرس فأثناء طيران الرحلة لا يوجد اتصال مباشر مع السلطات المصرية ولكن الاتصال المباشر يتم عن طريق إدارة عمليات مصر الطيران والذي لم نكن نعلم إلى الآن طبيعة المعلومات التي تمت تدولها بالسرعة الكافية إلى الحكومة المصرية التي تتعامل معها مع وسائل الإعلام الأجنبي علي شكري خبير السلامة الجوية من القاهرة شكرا لك إذن من مدينة حلوان بالقرب من القاهرة انطلق سيف الدين مصطفى ليختطف الطائرة المصرية أهل المدينة تحدثوا لسكانيوز عربية عن طيبة عائلته في حين أكدت شقيقته أن سيف الدين أخبرها بنيته زيارة قبرس هذا الصباح لرؤية أطفاله في هذا المكان تعيش عائلة سيف الدين مصطفى مختطف الطائرة المصرية التي أجبر قائدها على النزول في متار إلرناكا بقبرس هنا منطقة حلوان جنوبي القاهرة وهي إحدى المناطق التي يمكن وصفها بالأحياء الشعبية في مصر من وقت لآخر يتردد سيف على هذه المنطقة لزيارة ذوي كثيرون هنا لا يعرفون ما تخفيه شخصية سيف لكن روايات البعض تتحدث عن السمعة الطيبة لعائلة سيف في هذا المكان الله يا فندم أنا حضرتك سعب المقسلة اللي أنا مقسلة السهرات فجر ليهم يعني من زمن لأقاربه فالناس دي في حالهم هو أصلاً مالوش اختلاط بهم وسيف الدين دوت بيسافر من زمان من وانا مثلاً تفل أكثر من 30 سنة في السفر فما حدش يعرف عن شخصيته الخاصة أي حاجة حتى الفترة اللي بتواجد فيها في المنطقة هنا مع حال نفسه ما بيكلمش حد ما فيش حد بيكلمه مع حاله كده فيش غامض مع نفسه حتى وأهله هو أجوازهم منعينه من زمن برضو سلوكه فمنعينه أنه هو يجي لهم هنا فهو مع نفسه حتى ما بيجيش هنا الأقارب سيرة الأهل في المنطقة لا ناس يعني محترمين جداً وفي منهم شغالين معايدين في جماعات وناس في كمة الأخلاق بصراحة يعني حاجة لله يعني شهادة لله السلطات المصرية تتحدث عن أن سيف كان يعمل مدرساً لمدة التاريخ قبل أن يسافر إلى قبرص لكن رواية شقيقته لنا اليوم أكدت أنه جاء إلى مصر قبل نحو عام بعد خلاف دار بينه وبين زوجته القبرصية الجنسية ومنذ ذلك الوقت وهو ممنوع من دخول قبرص على حد قولها والله يا أستاذة أنا كنت مؤجر محلة عندهم بس إحنا كل اللي عارفينه عنه أن الناس دي في حالة وناس كويسة وناس محترمة أهله هو راجل كان بيجي ويسافر منه إحنا أطفال كل اللي نعرفه عنه أو كل اللي نشوفه نشوفه خارج في حاله وخارج في حاله جات في مرة الحكومة جات في مرة هي المرة الوحيدة اللي شفناها وعرفنا أن ده أخوهم لما الحكومة جات خدتهم من إينات حبس وطلع كنت أنا وقد عندهم المحلة تمام؟ كان يعني هو قليل الكلام معاي أحد بس هو تقريبا يعني على حد علم دي شهادة بيني وبالربين هو مهزوز الشخصية يعني أنا ما أتكلم معاكي ما تحسيش أنه هو بني أدم مكتمل بني أدم سوي لا هو مستسوي كعقلية بني أدم مستسوي الأضايا اللي كان محكوم عليه فيه دي أنا حاجة ما أعرفه بس هو الحكومة جات خدته الحكومة جات خدته جات خدته نحن عارفين أنه عنده بنتين كان يعني على حرواية أهله برضو نحن كان في الونان ما كان شوفه قبرص ده اللي نحن عارفين بعد نحو خمس ساعات من الحادث علمت شقيقته بخبر قيامه باختطاف الطائرة المصرية وصدمت بذلك الخبر وأكدت لنا عن مكالمة دارت بينهما صباح اليوم وأخبرها بأنه وصل إلى مطار قبرص لرؤية أبنائه وسألها أن تدعو الله له بعد ذلك أنهت السلطات القبرصية هذا الجدل وقامت باعتقال سيف الدين في مطار قبرص وانتهت الأزمة على حد قول السلطات القبرصية أيا راديس كاي نيوز عربية منطقة حلوان جنوب القاهرة